نساء وأطفال من السودان فروا من القتال الدائري في الخرطوم وعبروا الحدود مع تشاد وهم الآن يقيمون في مخيمات مؤقتة تابعة لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والتي أنشأتها في قرية كافرون التشادية وتبعد خمسة كيلو مترات من الحدود السودانية اللاجئون الذين فروا من القتال وصلوا لتشاد وهم يعانون من نقص الطعام والشراب بعد تعرضهم لإطلاق النار كما أن كثيرين منهم يحتاجون لرعاية طبية عاجلة أمني ما فيه تردونا من سودان جينا التشاد ودائرين نويدون مهال الأمني أمني ما فيه وأننا جينا ما عندنا ولا درقة ولا مهال أكل ولا شراب ياهو جينا قديم ومحتاجين محتاجين هاجات كثير في نهاية دائرين ناكلوا كده فرشات ذات ما عندنا أننا تابانين وما نقدر نرجع قدام حاجات الاندنا كل ما نقدر نشيله وأمن ذات خلانا فاتح حاجات بطائنا كمان كلنا وتشاله ها حركوا بيودة كلها قتلونا واشالوا قلاص ونشرت الأمم المتحدة هذه اللقطات لتحث المجتمع الدولي والدول الأعضاء على الإسراع في تقديم المساعدات للاجئين محذرة من أن الوافدين الجدد سيواجهون وضعا يتسم بارتفاع الاحتياجات الإنسانية ونقص التمويل المزمن الأشخاص الذين أتوا ليس لديهم أي شيء فقدوا كل شيء تم إحراق كل شيء على الجانب الآخر وأخبرتنا النساء أنهن بحاجة إلى الطعام كما تعتبر قضية المياه ملحة للغاية يجب أن نفعل شيئا لأن هناك خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه علينا أن نحاول تعبئة الموارد التي لدينا للاستجابة وتؤكد المفوضية أن ما يصل إلى 20 ألف شخص فروا من القتال الدائري في السودان إلى تشاد في الأيام الأولى من الصراع وتوقعت أن يعبر نحو 270 ألف لاجئ حدود السودان متجهين نحو تشاد وجنوب السودان